بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس صلاة الجماعة ولكن يا أبطال تعودنا قبل أن نأخذ وأن نستمع إلى أي درس أن نستمع إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع الآن إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن يا أبطال دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام معرفة أحكام صلاة الجماعة أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وتعرف الطالبة مفهوم صلاة الجماعة وحكمها ثانيا أن يذكر الطالب وتذكر الطالبة شروط صلاة الجماعة ثالثا أن يعرف الطالب وتعرف الطالبة فضل صلاة الجماعة رابعا أن يذكر الطالب وتذكر الطالبة آداب صلاة الجماعة والآن يا أبطال بعد أن تعرفنا على الأهداف ننتقل إلى درسنا ونبدأ الدرس أيها الأبطال بالنشاط الثالث بالنشاط الثالث وهنا نريد أن نضع علامة الصح أو الخطأ أمام العبارات التالية نستمع إلى العبارة الأولى تقول صلاة الجماعة تصلى مع مجموعة من الناس صلاة الجماعة تصلى مع مجموعة من الناس العبارة أحسنتم نعم العبارة صحيحة فصلاة الجماعة نصليها ونؤديها مع مجموعة من الناس العبارة الثانية تقول صلاة الجماعة فردية صلاة الجماعة فردية يعني أن يصليها شخص واحد الذي يصلي لوحده نسميه صلاة جماعة العبارة صحيحة أو خاطئة أحسنتم العبارة خاطئة نضع علامة الخطأ العبارة الثالثة صلاة الجماعة تقام في المسجد صلاة الجماعة نؤديها في المسجد العبارة أحسنتم نعم كذلك العبارة صحيحة العبارة هنا صحيحة العبارة الرابعة يصلي الإمام بالمصلين صلاة الجماعة يصلي الإمام بالمصلين صلاة الجماعة ما رأيكم في هذه العبارة يعني صلاة الجماعة المجموعة من الناس يصلي بهم الإمام يتقدم الإمام ويصلي وهم خلفه هل هذه العبارة صحيحة أحسنتم نعم كذلك العبارة صحيحة انتهينا الآن يا أبطال من النشاط الثالث فدعونا ننتقل إلى النشاط الرابع هنا نصل الإجابة الصحيحة هذه الصورة نريد أن نصلها بإحدى البطاقتين ماذا تقول العبارة تقول يا أم الرجال في صلاة الجماعة رجل أو امرأة البطاقة الأولى تقول رجل والبطاقة الثانية تقول امرأة من الذي يصلي بالرجال في صلاة الجماعة الإمام الذي يتقدم ويصلي بالناس هل هو رجل أو امرأة أحسنتم يا أبطال نعم رجل الذي يصلي بالناس وبالرجال يكون رجلا إذن نصل الصورة بالبطاقة الأولى نصل الصورة بالبطاقة الأولى والآن يا أبطال دعونا نتوجه إلى هذه الوسيلة وأريد منكم مساعدتي في الحل هنا في الأعلى يقول يا أم الرجال في صلاة الجماعة ماذا رجل كما في البطاقة الزرقاء أو امرأة كما في البطاقة الحمراء نريد الآن أن نأخذ البطاقة الخاطئة ونضع البطاقة الصحيحة هنا في الأسفل ما هي البطاقة الخاطئة أولا الحمراء أو الزرقاء أحسنتم البطاقة الخاطئة هي البطاقة الحمراء إذن نأخذ البطاقة الحمراء ونأتي بالبطاقة الزرقاء ونضعها في المكان الصحيح إذن يا أم الرجال في صلاة الجماعة رجل يا أم الرجال في صلاة الجماعة رجل نعود الآن يا أبطال ونستكمل الأجشطة ننتقل الآن إلى النشاط الخامس هنا في هذا النشاط نريد أن نلصق النجمة أسفل الإجابة الصحيحة العبارة تقول عدد المصلين في صلاة الجماعة عدد المصلين في صلاة الجماعة أقل من اثنين أو اثنان فأكثر أو اثنان فأكثر ما هي البطاقة الصحيحة البطاقة الأولى أو البطاقة الثانية عدد المصلين في صلاة الجماعة قلنا أنه لا بد أن يكون أحسنتم اثنان فأكثر اثنان فأكثر إذن أين نضع النجمة أسفل البطاقة الأولى أو البطاقة الثانية أحسنتم نضع النجمة أسفل البطاقة الثانية أسفل البطاقة الثانية فعدد المصلين في صلاة الجماعة إثنان فأكثر إثنان فأكثر ننتقل الآن يا أبطال إلى النشاط السادس والأخير معنا في هذا الدرس ونريد أن نضع علامة الصح أو الخطأ أمام العبارات التالية العبارة الأولى تقول لا يشترط لإمام صلاة الجماعة حفظ القرآن كاملا يعني الإمام الذي يتقدم الناس ويصلي بهم لا يشترط أن يكون حافظ للقرآن كاملا لا يشترط أن يكون حافظ للقرآن كاملا بل المهم أن يكون حافظا لبعض صور القرآن ما رأيكم في هذه العبارة؟ عبارة أحسنتم نعم عبارة صحيحة لا يشترط لإمام صلاة الجماعة حفظ القرآن كاملا العبارة الثانية تقول من شروط صلاة الجماعة للمصلين الرجال أن يكون الإمام رجلا من شروط صلاة الجماعة للمصلين الرجال أن يكون الإمام رجلا العبارة أحسنتم نعم العبارة أيضا صحيحة لأننا عرفنا أن يكون الإمام رجلا وليس إمرأة أن يكون رجلا وليس إمرأة إذن العبارتين كلاهما عبارة صحيحة إذن يا أبطال انتهينا من درسنا لهذا اليوم وأشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة ولكن قبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور أتمنى منكم الاطلاع على هذه التوصيات وأقول في هذه التوصيات حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذي إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم إخواني وأخواتي وشكرا لكم أبنائي وبناتي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته